قول الله تعالى وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الآية اللي في سورة الحشر إنه دخل بعض الناس على سيدنا رسول الله عشان يضيفه فالنبي ما كانش عنده حاجة يضيفه بيها فقال للصحابة اللي موجودين عنده ألا رجل فيكم يضيف هذا رحمه الله ما فيش واحد فيكم يضيف صاحبي ده فقام راجل من الأنصار كان اسمه أبو طلحة فأخدوا معا البيت وقال لزوجته ضيفي ضيف رسول الله فزوجته قالت له ما فيش عندنا إلا طعام الأطفال طعام الصبيان فقال لها أبو طلحة نوم الصبية واجعل الطعام لضيف رسول الله فنزل قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولما علم سيدنا رسول الله بما فعل أبو طلحة وزوجته قال لهم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة الماضية ومن الأداب اللي ينبغي أن يراعيها الضيف إنه لا يحتقر ولا يقترح يعني لما يقدم لي طعام معين لا يحتقره ما يعبوش وكمان لا يقترح نوع جديد من الأكل أو الشرب لأنه ممكن يكون مش موجود عند صاحب البيت فيسبب لي شيء من الحرك ومن أداب الضيف التخفيف في الزيارة والمثل عند المصريين إن إحنا بنقول يا بخت منذر وخفف وهي كثير كلمة بنسمعها وليها أصل في الشرع يعني اللي يزور حد ما يرهقوش بالتطويل لأنه صاحب البيت ممكن يشعر بشيء من الإرهاق أو بشيء من العنت الإمام مسلم كان يروي في باب الضيافة من صحيحه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه يعني حتى يحرجه فيقول يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقربه له يعني ممكن يكون صاحب البيت ما فيش عنده حاجة يقدمها تاني فيقع في شيء من الحرك ومن أداب الضيف إن يقول لأهل البيت بعد الانتهاء من الأكل أو من الضيافة زي ما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ربنا يوسع علينا وعليكم ويرزقنا وإياكم الكرم